إسرائيل وإيران وما بينهما اليمن واللبنان وسوريا والعراق أما المبرر فحرب غزة تصعيد غير مسبوق بين الحوثيين وإسرائيل حيث استهدف الحوثيون تل أبيب وردت إسرائيل بقصف ميناء الحديدة عملية رأى الخبراء أن الهدف منها استراتيجي وليس عسكريا وأوضح أن تلك العملية حملت رسالة ردعا لإيران باعتبارها من يزود الحوثيين بالدعم والأسلحة على جبهة لبنان ارتفعت حدة التوتر إلى حد كبير فخلال يومين اغتالت إسرائيل أربعة من قيادي وعناصر حزب الله ونفذت غارات على عدد من القرى جنوب لبنان وطالت الغارات مستودعات أسلحة وصواريخ لحزب الله ورد الحزب بتكثيف استهدافاته لتشمل ثلاث مستوطنات إسرائيلية لم يستهدفها قبل أما على جبهة العراق فالاستهداف باتجاه واحد إذ صعدت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران موقفها الصدمي مع إسرائيل إلى حد كبير وأعلنت تلك الميليشيات عن تنفيذ أكثر من 120 وجوما موذو نوفمبر ضد أهداف داخل إسرائيل كما تحولت الميليشيات العراقية إلى تنفيذ عمليات مشتركة مع الحوثيين وإذا جمعنا كل هذه المعطيات وغيرها نجد أن الحرب تخطت حدود غزة وأخذت بفعل الأمر الواقع بعدا إقليميا تدير إيران خيوطه ترجمة نانسي قنقر